أروح للنادي الأهلي النهاردة وأول حاجة هكلمكم عليها عن وسامة أبو علي وهقول لك القصة بالكامل من بدايتها حتى اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي وسامة أبو علي في التدريب الأخير قبل مباراة منتخب فلسطين مع كوريا الجنوبية وخد مني الله يكرمك المعلومة الصحيحة بنسبة ألف المائة وسام عنده إصابة في صباع رجله الشمال الصغير صباع رجل الشمال الصغير كده مع حتى من مشت القدم ماشي رجبته لا فيها كدمة ولا فيها حاجة ولا يحزنون خالص الإصابة في إصبع القدم اليسرى وحتى من مشت الرجل فحصل نوع من أنواع الورم فتوجع وهو موجود في المنطقة بينك فالناس المسؤولين عن المنتخب الفلسطيني منتخب الفدائيين لعمل مباراة كبيرة وتعادلوا للمرة التانية مع كوريا واحد واحد راحوا خدوه وراحوا طلعين بي على المستشفى عملوا أشعة الأشعة طلعت سليمة أنا بقول لك الموقف لكن وسام أبلغ المسؤولين في النادي الأهلي قالوا له أنت موجود في المباراة اللهم مش موجود في المباراة قالوا تركب طيارتك وتيجي على القاهرة واستأذنوا السادة المسؤولين في الاتحاد الفلسطيني في منتخب الفدائيين قالوا لهم خلاص ومش موجود في المباراة على الرحب والساعة وطلبوا منهم قالوا لهم لو سمحتوا ما تعلموش أي حاجة لحد ما نعمل الكشف الطبي بتاعنا وبعدها حنعلن القصة شكلها عاملة إزاي شكرا شكرا سلام عليكم عليكم السلام وصل بالأمس وسام إلى القاهرة وبعد ما وصل بالسلامة استحب الدكتور أحمد جبالة اليوم إلى أحد المراكز الكبرى وأجرى أشعة جديدة في انتظار التقرير الجديد عشان يبينوا مدى الحالة هو الخوف إيه؟ إنه ممكن في الحتة دي ممكن الله يقدر يكون في شرخ ولا يكون في حاجة وانت مش حاسس به طب وسام بيجري عادي جدا نعم بيجري عادي جدا بيعمل كل حاجة بس بيخاف من الشوت بس بيخاف إنه يسدد وبالتالي إنه وسام مش موجود في مباراة الاتحاد خلاص موضوع محسوم قولا واحدا يعني يحصل إيه؟ يحصل النادي الأهلي يأم بعد قليل يأم بكرة على أكتر تأدير هيعلن الموقف النهائي لإصابة وسامة بعلي الخفيفة حتى لا قدر أنا أقول لك حتى لا قدر أنا أقول لك تاني أو الأشعة التي أجرها في إحدى المستشفيات بالأردن الشقيق أثبتت السلامة لكن الأهلي لمزيد من الحرص والأمان والاطمئنان قال لك أعمله أشعة تاني وده اللي حصل النهاردة التقرير إما يزهر النهاردة أو بكرة الصبح وبعدها يعلن النادي الأهلي بوضوح عن قصة وسامة بعلي خلاص أدي موضوع وسامة الناس كلامة استنى الخبر ده أنا أقول لك تاني هو خد على لساني فيش حاجة في رجبة وسامة خالص 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 لا من قريب ولا من بعيد هذا الكلام أقول لك ده من مصدر رسمي عشان أقطع لك كل الشائع دابر كل الشائعات أدي واحد ترجمة نانسي قنقر